السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكم موجزا بأهم الأنباء أستهله بسم الله الرحمن الرحيم أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على أهمية الاستمرار في تطوير أداء مصلحة الجمارك ورفع كفاءتها والتحديث أنظمتها وآلياتها الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة بين المصلحة والمستوردين والمجتمع وشدد عضو مجلس القيادة خلال لقائه رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي على ضرورة مضاعفة الجهود في الضبط التهريب والتهرب الجمهوركي وتطبيق القوانين واللواءة الجمهوركية بما يحقق المصلحة العامة بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحصني عبر الاتصال المرئي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد الشريف سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب واستعرض اللقاء المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وترحيب مجلس القيادة والحكومة بكافة المبادرات الأممية والإقليمية للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة في البلاد وما يقابلها من تصعيد للميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن وفد وزارة الخارجية الروسية برئاسة رئيس الدائرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفير ألكسندر كينشاك العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومواقف الجانبين حولها والجهود المبدولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن إضافة إلى تأثير الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية ونهجها على المستميث من أجل عسكرة المياه الإقليمية وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية رفض استغلال ميليشي الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية للهروب من عملية السلامة ودى ما يحدث من هجمات إرهابية حوثية في البحر الأحمر كانت سابقة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة مؤكدا الموقف اليمني ثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني بحث وزير الدفاع للفريق الركن محسن الداعي في العاصمة الموقعة عدن مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية السفير أليكساندر كيشناك والقام بعمل السفارة الروسية الدكتور إيفجيني كوردوف تطورت الأوضاع للساحة الوطنية في ظل استهداف ميليشيات الحوث الإرهابية لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليق عدن وانعكاسها على الأمن الإقليمي والعالمي وأشر وزير الدفاع إلى استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيات الحوث الإرهابية وازدواجية المعايير الدولية في تنفيذ الضغوط على الحكومة الشرعية فيما تتساهل مع الميليشيات الحوثية في مواقف ومحطات عدة ما تشجع الميليشيات على التماد في انتهاكاتها وجرائمها حتى أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين ناقش المجلس العالى للشرطة برئاسة لواء روكن إبراهيم حيدان التقرير التقييمي لعمل المجلس العام الماضي وخطة عمله لعام 2024 كما ناقش عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله ذات الصلة بالعمل الأمني ومنتسبية الوزارة واتخذ بشأنها قرارات من شأنها تطوير العمل الأمني وتنظيم أليات عمله المتعلقة بجوانب التدريب والتأهيل ومنح الترقيات المستحقة لمنتسبية الوزارة حسب قانون هيئة الشرطة هذا كل ما لدينا شكرا لكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة